إذن سوريا من ثورة شعبية إلى صراعات إقليمية دكتور محدين بكل بساطة أين الثورة اليوم؟ الثورة لا تنتهي في يوم أو إثنين هكذا علمنا التاريخ الثورة الفرنسية استمرت سبعة أعوام حتى أنجزت مشروعها الثورة الروسية والثورات كولومبيا وأمريكا اللاتينية التاريخ علمنا دائما أن الثورة فكرة والثورة لا تموت قد تتراجع قد يكون فيها التواءات ومنحدرات وصعود لكنها قائمة لأن حلم الحرية لا يموت داخل الإنسان وطالما أن الشعب السوري قرر أنه يجب أن يتحرر من قمع الأسد ومن قمع أي حكومة استبدادية فلابد أن يكمل هذا الطريق لا أحد يقطع الطريق في منتصفه التوقف الآن في منتصف الطريق كارثة أخرى لا يمكن تحملها فالثورة السورية مستمرة وبعون الله ستحقق هدافها إن شاء الله طبعا الدكتور محددين الأداني من موليد 1951 هو صحفي وكاتب وشاعر سوري ولد في قرية سرمدة قرب حلب حصل على الدكتوراه من جامعة الإسكندرية عامل بالصحافة في العديد من الدول العربية والمهجر وعرف بكتباته العمود يومي بعنوان طوحين الكلام الذي كتبه في أكثر من صحيفة عربية استقر في لندن منذ أوائل السمانينات له عدد دوائين شعرية ومؤلفات في الأدب طبعا دكتور هذا جزء من ما هو مذكور عن حضرتك على الويكيبيديا ولكن نعرف إنه كان في إليك دور مميز أو خلينا نقول دور متقدم في مرحلة بالألفين ما بعد قدوم بشار الأسد إلى السلطة وأنت من السمانينات تارك البلد وتركت له إياه ومشيته وحاولت تبحث عن حياتك ما رح نتعمق كثير بهذه الفترة ولكن يعني بقل لك اليوم دكتور محددين اللي فعلا كان له تجربة استثنائية بمرحلة يمكن كان في حتى هو كان له دور كبير بتأسيس عدة أفكار صورية وتجمعات صورية وتجمعات تحرورية بقل لك اليوم هو إلى حد ما غايب عن المشهد هل الدكتور محددين اللادقاني اليوم بعاني من متى ما بعاني كل سوري إنه زهق مل من كل هالمعادلة؟ أنا اعتبرني لبعض خارج سوريا لكني لم أغادر سوريا يوما واحدا هناك خطأ في مفهوم الاغتراب الاغتراب ليس اغترابا جغرافيا الاغتراب أن تكون بين قومك وفي بلدك ولا يفهمونك ولا تتفهمهم ولا يكون بينكم لغة مشتركة الحلم الحرية لسوريا هذا عاش معي يعني أنا الآن حين أقول الحرية قضية عمري كنت أعنيها فعلا لأنه منذ خرجت من سوريا وأنا أحاول كل المحاولات لأن ينشأ جيل جديد يعتبر الحرية والكرامة أولويات وليست منا أو أعطيها من قبل السلطات في سوريا أنا اعتقلت وأنا في الصف الثالث في الجامعة من جامعة حلب وأول تجربة السجن كانت في سجن القلعة جنب القلعة وهي التي ألهمتني فكرة مسرحية الحمام لا يحب الفوتكا التي تحكي عن مستبد يحول البلد إلى سجن كبير لاحقا وخلال رحلة اغتراب طويلة جغرافيا سوريا بقيت في البال وبقي هم العودة أنا الآن حين يتحدثون بعض الذين خرج حديثا يقول لا أريد أن أعوذ أنا أقول خرجت منذ أربعين عاما لكني عائل لأن عندي حلم في هذا البلد وعندي رغبة أن أرى جيلا جديدا سوريا يعيش ظروف مختلفة عن الظروف التي عاشها أجداده وأباؤه في ظل عبودية وقمع الأسد إذا كان هناك من تجربة يمكن أن أركز عليها فهي تجربة بعد وفاة المقبور في القرداحة بعد وفاة المقبور في القرداحة كان هناك فرصة لكي يتغير المناخ العام في سوريا لكن من يسمونهم الحرس القديم العقلية القمعية العصابة الأسدية الذين تربوا على الفساد وعلى الاستبداد وجدوا أن ذلك مسألة صعبة حتى أننا كنا متفائلين في مرحلة من المراحل عام 2005 كنا نعتقد أنه قد حان الوقت لكي ينتهي من النظام السوري بعد أن خرج الجيش السوري من لبنان بإصرار لولي لكن تبين لاحقا أن هذا النظام محمي دوليا هذه القضية لم تكن في أذهاننا لم يكن أحد يعتقد أن هناك نظام دولي سري شبه باسوني شبه مافيوي يحمي أنظمة بعينها لكن الآن بعد التجربة السورية وبعد كل ما مررنا به نعم ندرك تماما أن هذه الحماية الدولية الخفية موجودة وربما كانت مشكلة سوريا في الجغرافيا يعني نحن لو لم يكن عندنا جيران مثل إسرائيل لكان من السهل على هذا المجتمع الدولي كما سمح للتونسيين أن يزيلوا زين العبدين وكما سمح للمصريين أن يزيلوا حسن مبارك كان ممكن أن يسمح للشعب السوري أن يزيل بشار الكيماوي لكنه وقف حفاظا على مصلحة إسرائيل بجانب هذا النظام في عام 2005 شكلت أول تنظيم سوري خارج سوريا هو التيار السوري الديمقراطي وبكل أسف حين قامت السورة أنا قمت بإلغاء هذا التنظيم والدعوة إلى تفكيكه لأني اعتقدت أنه أي تنظيم نشأ في الخارج سيصل محل شبهات يجب أن ينشأ أي تنظيم من داخل سوريا وكانت قناعتنا أنه خلال سنوات سوف نتمكن في الداخل السوري من أن ننشأ حركات سياسية وحزاب سياسية لكننا اكتشفنا أن هذا النظام ومن يحميه حريصون بالكامل على أن يكون المواطن السوري بعيد عن القرار السياسي